تقاطعات وتجاذبات تشهدها أبواب الموازنة الاتحادية التي تمت قراءة تقريرها في مجلس النواب أمس مع استضافة مخططيها من وزراء النفط والتخطيط والمالية لإضاحي مخرجاتها نواب أشاروا إلى بعض الخروقات الدستورية وردت في الموازنة منها استبدال الخمس دولارات بالنسبة للمحافظات المنتجة النفط بخمس في المئة من إجمال الموازنة ما يجعل عملية الطعن في هذه الفقرة قانونياً ودستورياً طالبنا أن تكون الموازنة وفق القوانين النافذة لا يحدث تقاطع بينها وبين قانون آخر كما حدث في قانون 21 هي بالتالي تتقاطع مع قانون 21 فيما يتعلق بالمخصصات 5 بيترو دولار لكل برميل منتج جعلتها 5% تستطيع الحكومات المحلية والسادة النواب ليس فقط من محافظة البصرة من جميع المحافظات نعم الاعتراض على ذلك في المحكمة الاتحادية وبالتالي المحكمة الاتحادية يقيناً ستحكم بقضية الخمسة بيترو دولار لأنها قانون نافذ حصة إقليم كردستان ثبتت في الموازنة لكنها بانتظار مفاوضات وفد الإقليم الذي سيزور بغداد في الأيام المقبلة للتباحث في الاتفاق النفطي والأموال التي بذمة الإقليم من السنوات السابقة وستحسم تلك المفاوضات عملية دفع حصة الإقليم من عدمها حصة الإقليم استحقاق دستوري وقانوني ولكن القرار السياسي هو الطاغي في منحه أو عدم منحه لذلك أقليم كردستان سيأتي إلى بغداد قريباً لا أعرف أيام ولكن سيأتي قريباً حسب معلوماتنا أنه في الأيام القليلة القادمة وسيتم التباحث حول عدة ملفات ملف النفط ملف الموازنة والملف الأمني أيضاً الطرفان يريدان التوصل إلى حلول ومعالجات هذا شيء مهم ولم تقتصر مشاكل الموازنة عند هذا الحد فقد طالب وزير الصناعة والمعادن من اللجنة المالية بضم رواتب شركات تمويل الذاتي إلى الموازنة التشغيلية على أم تتحمل مجالس إدارة تلك الشركات المسؤولية في حال تلك العمل والإمتاج فيها مقترحنا بأن تكون الرواتب ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة وبذلك نحمل مصارف الحكومية ونجيب الرواتب للموظفين بالوقت الصحيح مجلس إدارة الشركة المعنية هو المسؤول عن عملية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في زيادة الإنتاج وبعكسه في حالة فشله مجلس الإدارة فقط هو من يتحمل المشكلة ويوقف راتبه وتبقى الموازنة الاتحادية محور النقاشات والاعتراضات من قبل الكتل والنواب كلهم بحسب طموحاته في تلبية رغبات جماهيره في مختلف المحافظات من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي وليد الشيخ الحرة